كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية بوضبطات بلغت أكثر من 184 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 143 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 41 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 12 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر